نيجي بقى الماتش سينبا وماتش سينبا انا زي كتير من جماهير نادي الاهلي طبعا يعني منتظر بداية كده النتيجة والاداء يعني جزء من الموضوع حتة كبرياء شوية خصوصا ان احنا خسرنا في ماتش كان في كل الظروف ضدنا في تنزانيا والجزء التاني عشان نقول ان احنا كنا لأقدر بصدارة المجموعة وانه البطل جاهز الدفاع عن لقبه لكن خد بالحضراتكم وانعايزكم برضو نفكر مع بعض كده ونقيم المرحلة اللي جاية انت من يوم عشرة من يوم ماتش سينبا ليوم تلاتين ابريل هتلعب سبع ماتشات يعني تقريبا كل تلات يوم ماتش ده على المدى القصيق واخدوا بالحضراتكم منهم مفترض يعني لو الماتش تلعب في معاده يوم تمنتشر هتلعب مع الزمالك ودي طبعا مباراة ليها بطولة قصة وليها استعداد خاص فاحنا من عشرة لتلاتين ابريل هنلعب سبع مباريات الافضل من وجهة نظر حضراتكم انك تعدي ماتش سينبا تستخدمه كواحدة من الفرص مباراة في احتكاك قوي مع فريق بيقدم كرة كويسة وتبتدي تجاهز العناصر اللي كانت بعيدة او العناصر اللي ما خدتش الفترة الاخرانية او العناصر اللي كان عندها اصابة تبتدي تحط الالون في الملعب وتجربهم وتجاهز مش عايز اقول بديل بس الجاهز في المركز يبقى عندك لعيب واتنين المنافسة دي هتكون واحدة من اسباب ارتفاع المستوى اللي احنا مش راضين عنه يعني احنا من ساعة مرجعنا من كاسة عام لاندية انا مشوفتش الاهلي قدى ماتشاط بروح ونتيجة واداء غير فيتا كلاب في الكنغو وغير المريخ في القاهرة غير كده كان صعب جدا ممكن نتيجة تخدمنا وتبقى في مصطحاتنا لكن جمهور ما كانش راضي على اداء قوي تحضر ازاي للفترة اللي جاية السبع ماتشاط في عشرين يوم والاهم من ده انك هتخلص رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين تدخل على ضرب النار يعني احنا لغاية دلوقتي مش عارفين طبعا اربع فرق محتملة من نادي قابلها وداد سانداونز ترجي مولودية وبرضه في احتمال من بعيد قوي كده انه الزمالك وبالتالي ده اللي جاي وعندك نهائي كالسوبر افريقيا وبالتالي انت عندك مرحلة صعبة جدا مطلوب منك تريح لعيبة مجهدة جدا والاجهات كان جزء من واحد من اكتر العوامل اللي اثرت سلبا على اداء الفرقة في المباراة اللي جاية فيه كلام بيتقال انه بعض العناصر الاساسية هترتاح يصارة فيه مطش سينبا اللي جاي ويبتدي ندخل لعيبة تانية رجلها كانت بعيدة عن الملعب شوية لا لا لازمام مختلفة يعني يبتدي ياخدوا عندنا ناصر مهر محتاجين ويرجع وزي ما كان فاروق بيتكلم في التمرين النهاردة عامل شغل كويس كهرباء رجع التمرين محتاجين نشوفه في الملعب او رجله تبقى في الملعب محتاجين في خط الدفاع نشوف ربيعة نشوف سعد البداي اللي لازم تبقى جاهزة وقت لما نحتاجها في اي موقف هو الكلام دلوقتي كله يعني على اللي انت بتقوله الناس كلها بتتكلم انه لا انا مفروض اراء يعني الجماهير المفروض المسيمان يلعب ازاي انه هو يبقى فول تيم يدفع بفول تيم او السكواد كامل او الفريق كامل في مباراة زي مباراة سيمبة علشان يكون بيدي رسالة او ان انا خلاص انا جاهز وفريقي جاهز قبل طبعا الفترة الجاية الصعبة جدا ولا انه هو مفروض يريح بعض العناصر الاساسية زي الشناوي وغيره وفي ناس كتير شايفة انه هم ضد ده اللي هو انا يعني انا ازاي رايح الشناوي هو انا مش رايح اقصر بالعكس اذا انا مفروض الماتش ده بالنسبالي زي ما اتفقنا انا هيحمد هو خارج اي حسابات لانا لسه هتآهل رسمي ولا انا لسه اشوف انا اول ولا تاني ولكن كل اللي هماني في المباراة دي ان انا رجع افرض شخصية النادي الاهلي وافرض افرض هيبة النادي وان انا اواري الناس ان انا لأ انا مواجود ومجرد مباراة المباراة اللي فاتت دي اللي حصل فيها مكانش مش هو ده طبيعي بتاع النادي الاهلي تهدي في الاعتبار أنك أنت في الفترة اللي جاية ما فيش تيم هيقدر يلعب سبع تعمل ماتش كل تلات يام وتطلبي منه أداء ونتيجة بسببات في المستوى وبالتالي أنت الفترة اللي جاية هي فترة تدوير شيئنا أبينا كانت دي رغبة ميستر موسيماني أو ما كانتش رغبته ده أمر مفروض عليه لأنه لقدر الله ده ممكن يأثر بقى مش بس على المستوى وفكرة الإجهاد لكن ممكن كمان ينتج عنه إصابات في توقيت إحنا أنا مش بقولك رأيي أنه هو يدفع بالفول سيم أنا بقولك اللي بيحصل الناس بتقول إيه بس هو في الأول في الآخر مستر موسيماني هو يمكن اللي بيتكلم في أنه مش عايز أنه حد من العناصر الأساسية ترتاح بيبقى شايف أنه لا أنا شايف أنه سبات التشكيل بيعمل حالة من الانسجام بين اللعيبة بيخلي الدنيا أسهل بالنسبة للعيبة ولكن أنا كل اللي يهمني أنه نشوف الأخطاء زي ما كان فاروق بيقول أنه ده اللي بيشتغل عليه دلوقتي مستر موسيماني مع اللعيبة نشوف الأخطاء اللي حصلت في مباراة المريخ ونبدأ نشتغل عليها أو خلاص مفروض بدأ يشتغل عليها وخصوصا الأخطاء الدفاعية اللي مش مفروض نهاية القرار زي ما كنا بنقول كان فيه وصولة أو وصول لمرمى النادي الأهلي بسهولة جدا كان بنسبة لنا غريب شوية أنه كمان لو هيتم الدفع بعناصر جديدة نشوف أن هي بتنفذ التعليمات بالزبط زي الفريق الأساسي أو زي العناصر القديمة أن فيه فرق بين أي حد في الملعب يكون فيه انسجام فعلا بين اللعيبة وده بيفرق جدا وأنه كمان نفسنا نحن نرجع نشوف الكرة الجماعية الحلوة اللي بيقدمها النادي الأهلي كمان مع مستر بيتسو موسيماني مباريات كتير شفناها احنا أول ما موسيماني جي ولعب مع الوداد في أرضو احنا استغربنا يا أحمد من الهجوم ومن القوة ومن شخصية النادي الأهلي شفنا لعيبة كتير فيئة كانت في الفترة الأخيرة بتاعة دفايلر لا ما كانتش ما كانتش في حالتها فهو ده اللي احنا بنتمناه في مباراة سيمبا زي ما قلنا خارج أي حسابات ولكن مهمة قوي ان احنا نشوف الأداء اللي احنا محتاجينه من نادي الأهلي لأن اللي يهمني بعد مباراة سيمبا ان احنا نشوف النادي الأهلي قطر بقى ماشي في المباراة اللي جاي واخد بالك انه اللي برا كمان عايز يعني انها واحد زي ناصر مير نهار ده لو فت وجاهز وبيتبرن كويس ابتهالي انه اكتر حد عايز ينزل الملعب وفيه فترة كده لما لعيب الكرة بالذات اللعيبة الحريفة اللي من نوعية ناصر مهر بيبدأ عن ملعب فترة طويلة وتيجي تنزليه مدام جاهز بدنيا يعني يلائق انه هو يشارك في المطشاط هتلاقي منه مستوى اعتقد يكون كواس جدا حد زي اكرم توفيق محتاج يدخل في الملعب حد زي ربيعة محتاج يدخل في الملعب كهرباء بعيد بقى له شهر تقريبا برضو يدخل في اسماء الانتكاليفية في النهاية تدريش تقولي عليهم انه هما لعيبة بالعكس انا بشوف انهما على نفس مستوى اللعيبة اللي كانت موجودة في الملعب او في ال 11 الاساسيين في الفترة الاخيرة بالعكس دول عندهم كمان رغبة جاعنين كورة عايزين يقولوا احنا هنا وجاهزين عايزين يقولوا ان احنا نستحق ان احنا نكون اساسيين فترة اللي جاية فاعتقد انه حل اعتقد هيرضي جميع الاطراف وان كنا في النهاية اي ان كان اللي هيشارك احنا هيتمنى عرض قوي يليق بالندي الان